كنت عايز تتكلم على الجول هتكلم على جول زمالك طبعاً أن أحمد حمدي ربنا يعني إن شاء الله يشفيه ويقوم بالسلامة الجول 60-70% من الهدف كان حسام عبد المجيد يعني حسام عبد المجيد في اللقطة لما نيجي نستعرض الهدف بتاع زمالك ما هو أنا هي دي نقطة طبعاً يا حسام عبد المجيد الجمهور نادي زمالك كله كان زعلان منه مطشاط اللي فاتت حتى مطش دريمز الغاني وبتاع كان مستوى مش أفضل شيء ولكن النهاردة حسام عبد المجيد تعامل بزكاء في الكورنر اللي جيه في الهدف بتاع نادي الزمالك إزاي حسام عبد المجيد قرى اللعبة قبل ما تروح زائد طبعاً يعني المهارة الكبيرة اللي موجودة عند أحمد السيد زيزو هنا زي ما تتفرج هنا أول ما الكرة تلعبت حمزة المسلوسي أم علق الكرة عالية فوق تشوف الفريم اللي بعده على طول أول ما الكرة علية خالص أم طلعت لعبة نادي الزمالك الكرة التانية أول ما نزلت هنا أقف بقى أول ما الكرة نزلت عند زيزو ملعبها في دماغه بص بقى له حسام عبد المجيد فينه بقى شوله أول حسام عبد المجيد اللي عيبه رقم اتنين اللي هو جنب الراجل اللي جنب الخط أول بقى ما الكرة تنزل حسام عبد المجيد هنا ما راحش ضغط عليه هو راح يقفل الباص علشان لعبة نهضة بركان ما تطلعش فنشوف الفريم اللي بعده على طول يعني هو ما راحش يضغط على راجل راح يقرأ إن الراجل هيلعب حسام عبد المجيد قطع الكرة وقام بص بقى زيزو هنا كان أوف سايد زيزو طبعا قام طلع خط وتين بالزبط طلع بتاع زيزو وقام حسام عبد المجيد ده قبل ما يقطع كده دي كانت بهاجمة مرتدة خطيرة جدا بالزبط هو زمانك في اللقاء الزهاب يتعرض لمشاكل كبيرة جدا في الكرة المرتدم الكورنرات صح صح فأول محسام عبد المجيد أخد الكرة وطبعا زيزو يعني حد سؤال حرك زيزو بقى قام خد الكرة نكمل الفريم اللي بعده زيزو طبعا امرايح لامم الراجل ولعب الكرة يا دولة قطرتيفسة حتى بص ساعتها هنا احمد حمدي لحظة اقف هنا احمد حمدي قصة بيشاور لزيزو بيقول له طلع الكرة تاني لحسام عبد المجيد عشان يعمل اوفر ولكن زيزو كالعادة يعني هو نجم الزمالك لعب الكرة واحمد حمدي صراحة يعني اتمطع كده ولعبها بمنتهى الرواءان واحرز هدف جميل جدا لنادي الزمالك فالهدف يحسب لحسام عبد المجيد لانه هو مراحش ضغط على الراجل قد ما هو قرى ان الراجل هيطلع الكرة فراح قفل زيزو الباص سلام عجيب ان انا احب انا اللقطة اللي هي ايه والناس تاخد حقها يعني حسام مسلا الناس بتنتقدها بس ااخد حقه في كرة زي كده فبشكور لك شكرا جزيزا محمود احلسة الكاملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل خليكم معنا